بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الخامس والأخير من المحور الثالث والذي بعنوان Keys and Cutters هنا معنا نوعين من الكيز الأولى تسمى 5 Key والثانية بهذا الشكل تسمى Woodruff Keys هنا مكان الكي يسمى Keyway تستعمل الكي لمنع الدوران بين قطعتين معنا قطعة جوه قطعة هنا الـ Shaft هنا الـ Hosing نضيف الكي عشان نمنع الـ Rotation بهذا الشكل هنا معنا المثال نفسه لو أخذنا مقطع S نضيف القطعة الثانية طبعا هذا مكان الكي الكي way نركب القطعة الثانية الـ Keyway على الـ Hosing هنا معنا الـ Key Side View and Front View أوكي هذا مكان الكي فهنا منعنا إيش منعنا الدوران بين القطعتين لكن Still الترانزليشن موجود فنعمل إيش لابد أن نضيف Fastening على اليمين بـ Using Screw and Washer حتى نمنع الحركة الخطية للقطعتين فاستعملنا إيش جمعنا الـ Shaft مع الـ Hosing مع الـ Key هنا معنا مثال للـ Keyway By Using Milling هنا Horizontally Milling هنا Vertical Milling حتى نتحصل على ما يسمى بمكان الكي اللي يسمى Keyway هنا معنا الـ Cutters or Sleeve and Cutter هذا يسمى Cutter هذه القطعة تسمى Cutter حتى تمنع الدوران والحركة الخطية بين القطعة الأولى والقطعة الثانية هنا معنا مثال ثاني لاستعمال الـ Cutter تمام؟ حتى يمنع الحركة الخطية وحركة الدوران بين القطعة الأولى والقطعة الثانية طبعاً هنا معنا إيش Side View Top View هنا إكزامبل ثالث معنا ثلاث قطع هنا القطعة الأولى القطعة الثانية والقطعة الثالثة هذه القطعة الثالثة عفواً استعملنا الـ Two Cutters حتى نمنع إيش حتى نمنع الحركة الخطية وحركة الدوران بين الثلاث قطع شكراً لكم